السلام عليكم. ازايكم عاملين ايه? يا رب تكونوا في اسعد حال. في اللايف اللي فاتت وعدت اني هكمل كلام عن ادارة الخال. وقلت انه ان انا فتحت جرحة عندك. وحبدأ اكمله في اللايف اللي جاي. فاكر جملة قلتها في اللايف اللي فاتت. فاكر اني قلت كويس جدا انه مش مشكلتك اللي بيحصل في الواقع. انت مشكلتك الاساسية في اللي انت كنت متخيل انه هيحصل وما حصلش. خلينا نبدأ نمشي بالتدريج عشان ناخد تقريبا اهم حل في ادارة الخال. قبل ما ادخل في الحل وابدأ اشرح لك بالتفصيل. هحكي حاجة يقال انها حقيقة. في حد كان كان عازم زوجته ان هما يروحوا يكلوا في مطعم. فاكلم زوجته فزوجته وصلت الاول وراحت المطعم. فبدأت تدور على الترابيزة قعدت على الترابيزة في محيط الطبيعي. ايه اللي بيحصل? انها هتبدأ تكشف المطعم بمحيط عينيه. يعني تلف لفة كده عشان نشوف المطعم كله. بس صدفة وهي بتلف بعنيها لما حيتحد بعيد بيبص عليها وبيبص عليها مركز يعني بركز عليها. فا وهو بركز فقالت هي اكيد صدفة فبدأت تشغل نفسها باي حاجة على ما زوجها ييجي برضو مصر يبص عليها. الوضع دايقها ودايقها جامد لحد ما زوجها جيه. فبدأت تكلم زوجها بتقوله انا انا من اول ما جيت انا ملاحظة الحد اللي هناك ده هو طول الوقت مركز وبيبص لي. فالطبيعي انه يعني تخيله وفكره انه حد بيبص لزوجته هو قاعد يعني فمش هينفع. فخدته الحمية قام من الكورسي بتاعه قرب من الراجل ما تكلمش ام ضربه. هو ضربه ليه? لانه مش هينفع حد يعاكس زوجتي وانا قاعد فهم? الوضع ده ما ينفعش وكمان هي بتقولي ان المفروض اعمل حاجة فهو عمل كده مبسوط انه عمل كده. وبياكل مع زوجته عادي فايس فجأة كده اللي يحصل انه آآ الراجل آآ يلف في ايده وورا ضغره يجيب عصايا. العصايا دي عشان يمشوا بيها. وحد بدأ يخرجه فعرفوا انه كفيف. آآ هو كفيف بس كان موجه عنه مفتوحة يعني فالزوج نفسه مقدرش يعني هو هو مفكر هو تخيل انه كده بيدافع عن زوجته. ناخد قصة تالية وبعدين هربط لك الاتنين مع بعض. بس قبل ما ندخل القصة التانية عايزك تقدر وتعيش شعور الزوج بعد ما ضرب حد كفيف. قبل وبعد. هو قبل للضرب كان متخيل انه خلاص. هو بدأ ياخد حق زوجته وانه كده حد آآ يعني عنده حمية وما قدرش يجيب. ما قدرش يستحمل ان زوجته تقوله فيه حد بيبص عليه. الاحساس تغير تماما والتخيل تغير تماما لمجرد انه اكتشف انه حد كفيف. ناخد قصة تانية اعتقد اعتقد ان صاحب القصة ستيفن كوفي هو صاحب القصة مش متذكر بالزبط مين قالها. بيقول انه في مرة من المرات كان راكب المترو. هو راكب المترو كان المترو هادي جدا جدا. وهو راكب المترو فبدأ يلاحظ حاجة غريبة جدا انه في حد دخل هو واولاده. فعز ما المترو هادي اللي حصل انه الولاد دخلوا بدأوا يتنططوا في المترو ويتحركوا وقلبوا المترو بطريقة مش طبعية وباباهم. بان انه مش شايف او مش مهتم. لو حطيتك في نفس السيناريو قلتلك انك تحديدا يوم الجمعة ده وقت قبل الصلاة مباشرة ان المترو بيبقى هادي. ولقيت اب حطك انت في نفس الصورة يعني عشان نعيش حالة. ولقيت اب داخل بولاده وولاده قلبوا المترو سيرك. فالطبيعي ايه شعورك? اب مهمل. اول تفكير هاجي لك عايز سيب عربية المترو وتروح عربية تانية. فكرك بقى وتخيلك ازاي الاب يسيب كده. نرجع بقى للقصة الحقيقية. اه صاحب القصة بيقول انه شاف المنظر ما عجبوش او من جواه شوية داي يعني ازاي الاب بسيب الولاد كده وازاي ده بيحصل وزاي هو مش مهتم. فبدأ يمشي خطوات لحد ما وصل جنب الاب وبدأ يتكلم معايا فالاب بيقول له انه هو انا للاسف لسه دفن مامتهم وجاية. صاحب القصة بيقول ان شعوره تغير تماما. لو لو انت صاحب القصة وده حصل معاك ان انت من حد رافض الولاد ورافض الاب. اه لحد عايز سيب عربية المترو لحد شعوره تخيل اتغير تماما. بقى متعاطف مع مع الاب وبقى عايز يلعب مع الولاد. في القصة الاولانية انه الزوج لما ضرب الكفيف شعوره اتغير تماما. ما انه يعني حقق انجاز قدام زوجته لحد مش كويس. طيب هو ايه المشترك في الحاجتين? ايه المشترك في القصتين دول? المشترك في القصتين دول هو حاجة مهمة انه القصتين مبنيين على حاجة ان المبنيين على مشاعر. او على افكار غلط في الاول. يعني مشاعره وتفسيراته الغلط خليته يتخيل حاجات غلط. فبدأ يتصرف تصرف غلط. في القصة الاولانية ضرب كفيف. في القصة التانية انه بدأ يتدايق ان الاب ليه سايب ولاده. طيب ننقل لنقطة مهمة عشان نحلل القصتين. السبب تغير شعور الاتنين وتغير تخيلهم وتغير تصرفاتهم ان الاتنين تعرضوا الافكار جديدة. يعني ايه افكار جديدة? الحد الاولاني اكتشف انه كفيف والحد التاني عارف فكر جديد انه هو 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 لسه دافن زوجته وجاي فالمشاعر اتغيرت. ناخد بالتدريج عشان نوصل للتخيل. ايه علاقة ده بالتخيل? هما الاتنين اندفعوا وخرجوا مشاعر في منطهة القوة سواء حد ادايق او حد ضرب لانه التخيل والفكر جيء مبني على تخيل فقط او افكار غلط. فمصنع التخيل الحاجة اللي بتاخد التخيل عشان يبدأ تروح لمنطقة التخيل هو الفكر. الاتنين مبنيين على فكر غلط. يبقى معنى كده ان اللي متحكم في ادارة التخيل هو الفكر. في اللايف اللي فات اتكلمت في مثال مهم وقلت انه الخيال زي القطر. ولو القطر بدأ ينطلق وانت بدأت تمشي جنبه مش هتجيبه. خلينا ناخد نفس المثال بتاع المرة اللي فاتت بس في اللايف الجديدة. القطر نفسه كقطر هو اللي متحكم في العربة الامامية اللي هي بتدفع القطر. هي تمثل للقطر القوة المتحكمة في القطر وهي اللي مسيطرة. خلينا نفترض ان جسم القطر هو هو الخيال. المنطقة اللي بتسبق الخيال المنطقة اللي متحكمة في القطر هي العربة الامامية. طيب لو قلنا ان العربات القطر هي خيالك. اللي متحكم في قوة دفع خيالك هو الفكر. طيب هو ليه خيالك بيجري لان فكرك مش صح. مبني على افكار غلط بتروح للتخيل غلط. فانت تفضل تكتئب وتتعب في حاجات مش منطقية وتضغط على عصابك. طيب ناخد الموضوع بشكل اكثر تفصينا يعني. خلاص احنا بدأنا نتفق ان لو قدرت اتحكم في الفكر فانا هتحكم في الخيال. ودي اهم نقطة للتحكم في الخيال. لان لو لو اديت لخيالك فكر. الفكر ده هيعدل مشاعرك هيزبط سلوكك. في القصتين الاولانيين انه لما عرف انه في القصة التانية لما عرف انه زوجته متوفية ده فكر. او المنطقة الاولى فكرة او انا بشبه بيدي. الخيال المشاعر وقع تحت لانه مش طيق الولاد ومش طيق الاب. فنزل الفكر. رفع المشاعر. المشاعر اتفعت. واتغيرت بصورة ايجابية. بقى عايز يلعب مع الولاد. يبقى كده نتفق على اول نقطة انه الفكر هو اللي متحكم ومصنع الخيال وهو اللي يقدر يوجه خيالك. هو عربة الخطر. السؤال الاعقد بقى خلينا نمشي تدريجي ونحل الفكر بيجي منين اصلا. ونجيب بحياتنا اللي فاتت. بس انا ليه عندكم رجاء. نفسي رجاء المرة اللي فاتت. لازم تعمل شير لللايف. لان اللايف هتخرج في الاخر خالص. في اخر اللايف. هختصر لك اللايف في سؤال. السؤال ده هيعمل لك تقييم. هتقيم هتقيم اهم واعقد نقطة في هذا. انا مش عايز السؤال ده يبقى قاصر على اللي سمعوا اللايف وامتابعين الصفحة. شافوها قصو. عايزك تعمل شير لان عايزة التقييم ده يتنقل لكل حد موجود. عشان يبدأ يقيم. طيب خلينا نبدأ بالتدريج ونمشي مع بعض تدريجي ونشوف اصلا الفكر اللي متحكم في الخيال. احنا بنجيبه من ايه? انت بتجيب فكرك ده من ايه? نمشي تدريجي مع بعض عشان نعرف هو ليه الخيال عندك مش قادر تحكم فيه لانه مبني على فكر. الفكري ده جاي من مناطق مش هتساعدك تتحكم في الخيال. ناخد مثال الاول ناخد مثال هو لو فكر طفولة هو بيجي ازاي? هو يعني الفكر بتاع الطفولة اللي بيحركة الخيال بيجي ازاي? ودي قصة حقيقية فيه مدرس في الفصول. هو قاعد في الفصل فبيسأل الطلبة عنده في الفصل بيقولهم يا شباب انا عايز حد يقول له طموحه هو عايزي بقى ايه? فحد قال مهندس حد قال دكتور حد قال مصمم. كل واحد قال حاجة مختلفة لحد ما جا حد قال حاجة في منطقة الغرابة يعني هي غريبة شوية بيقول له انت عايزت بقى ايه? فبيقول له حرامي. المدرس انزعج من الموقف حرامي زاي. فالمدرس كان على علاقة شخصية باهله فقرر انه يروح يعيش مع اهله عشان يعرف هو الولد فكره راه لحرامي? لو انتم تمهايين اكتبوا كومنتات انا عشان احس ان في حد بيسمعني مش متى اكتر. المهم فبدأ يشوف ارح يعيش مع اهل الولد عشان يعرف هو ليه الولد قال انه نفسي يطلع حرامي? فلاحظ حاجة غريبة يعني الولد راكب مع بابا وبابا مشي بالعربية فالولد يقوله يا بابا صاحب المحل دة يعني المحل دة كويس. فبابا يقول له اكيد صاحبه حرام. بابا هو الحاد اللي في التلفزيون ده نجح. فبابا يقول له ضت حرام. آ آآ بابا هو يعني صاحب العربية دي اكيد يعني جاب عربية كويس فقال واكيد حرامي الاب من غير ما يقصد شك الفكر عند الولد وبرمجه ان كل ناجح حرامي فالولد لما دخل الفصل والمدرس سأله هو شايف ان الحرام يانجح حد ده هنا الفكرة شوف بقى الفكر في البرمجة بتاعتنا عامل ازاي انا بشرح لك الاول هو فكرك دلوقتي جاي منين ده مجرد مثال فالتربية كلها رايحة لبرمجة فكر انا شايفه ان هو بيديك مفاهيم غض طيب ننقل لمنطقة تانية عشان نشوف منين الفكر بيجي المنطقة التانية بقى انه وانت قاعد تتفرج على المسلسل ايا كان نوع فجأة انا بحبك فالعلاقة جريت وصلت لحب ومشاهر مرة واحد فيجي المؤلف يفسر ان ده حب مع ان الحب المنطقي مبني على مواقف فالمواقف بتسمع حب في المسلسل هو بيجري من المواقف وياخدك لأول نظرة فتخيلك وفكرك عن الحب هو اللي في المسلسلات فما تبقاش مبسوط ولا مستمتع بنقطة مهمة انه انت مشايف التسلسل والفكر بتاع الحب ماشي ازاي فحتى لو بتتفرج على المسلسل اداك فكر غلط اصلا واداك حاجة صح فانت بتشوف بفكر مؤلف مش بفكر حد دارس في الشخصيات وكاتب مسلسل هنا في مشكلة فانت بتتحرك في المسلسل والاحداث مع فكر المؤلف طب فكر المؤلف لواء انت ما تعرفوش فاغلب الفكرة عشان يحرك من المشاعر فيلغي مرحلة تراكم المواقف ويلغي انك بتحب على حسب شخصيتك كل دا يلغي فيجري لك في المشاعر مرة فتبدأ تتبرمج يبقى عندك شور هو الحب اصلا انك حب هو مشاعر وحب من اول نظرة وانك رومانسي هنا الفكر بتاعك اضرب يبقى معنا كده انا اديتك مثالين مثالين للتربية والاعلام طيب ناخد نقطة بقى مهمة بقى قبل ما نقلك الاهم واخطر حاجة في اللايف كلها هي اللايف كلها تتلخص في سؤال واحد هو عشان كده طالب انك تعمل شير لانه عايز كل حد يسأل نفسه السؤال دا كده بدأنا نمشي تدريجي ان الفكر اللي متحكم في الخيال جاي من اماكن من الصح فطبيعي تفقد الكنترول والتحكم في الخيال طيب ناخد مثال ايجابي قبل ما نمقل لخطوات امريكا خدت اسير في اسير امريكي اتاخد في حرب فيتنام فيتنام كانت حبسان كان محبوس هو كان محبوس في صندوق ما كانش بيخرج برا السندوق فهو حد محبوس فبدأ يغير فكره عشان يقبل الحبسة بتاعته ويحول التخيل بالفكر اللي حطه للتخيل يديله حاجة ايجابية فبدأ يتخيل انه هو جوه السندوق بيعمل بيلعب رياضة اعتقد انها مش متذكر اسم الرياضة صراحة عشان اديك هي القصة حقيقة بس اعتقد يعني النقطتين اللي انا شاكك فيهم هو اسمه جورج هو الاعتقد والرياضة مش متذكر هي ايه فالاسم والرياضة مش فاكرهم كويس بس فاكر القصة وانها حقيقية فاخد طول فترة احتجازه في الصندوق ما بيخرجش براه بيهتخيل انه بيلعب رياضة معينة هو نفسه بيقولك انه بعد ما خرج من هو قالك هو شوف بقى الفكر قال انه هو هيبدأ يستغل هيستغل الحبسة بتاعته في فكري يتعلم منه فقرر نتعلم رياضة معينة بعد ما خرج من الحبس هو بيقول على لسانه بيقولك لعبة الرياضة ووصلت لافضل مراكز متقدمة في لعبة الرياضة هو اعتمد على تخيله المعلومة فعلا بجد لان في اللايف اللي فات قلت ان الدماغ مش بتفرق ما بين الخيل الواقع يبقى هو وظف فكره صح فكره نقل خياله صح انت ازمتك ايه بقى ان انت بتغذي خيالك بافكار ترهقة ويا سلام لو نمط شخصيتك من النوع اللي بيقلق من اقل حاجة فهيغزي خياله بحاجة من القلق فبقى المتحكم والقائد للدماغ للخيال وهو المصرح اللي بتتم عليه عملية الخيال المغزي ليه الفكر كده بدأنا نتفق انه لو قدرت تتحكم في افكارك فانت حتقدر تتحكم في خيالك انا حاسس ان طولت انا ما عافش انا خدت قدية بس انا بدأ عشرة المهم هي اخر حاجة هقفل بيها بقى ودي اللي انا عايزك عشان هتعمل شير طيب حتسأني سؤال منطقي تقول لي اه اجيب فكري منين لا انا يعني انا في اللايف ما وصلتش المرحلة دي دي مرحلة متقدمة المرحلة اللي انا بقى عامل عشانها اللايف مش ان انت تجيب فكري منين لان دي مرحلة متقدمة المرحلة بقى اللي انا عامل عشانها اللايف هو عشان حاجة واحدة بس مش عشان اقول لك تجيب فكري منين لو انا قلتلك كده هبقى بقى زيك انا عايزك هو ده بقى اللي عشانه تعمل شير تقيم اللي بيحصل في حهادك هو بيديك فكري ولا بيديك معلومة ولا بيسليك يعني انت مطالب بطارجة مهم مش انك تحدد مكان تاخد منه فكر دي مرحلة متقدمة انك تعمل تقييم لكل اللي موجود في حياتك بعد ما تعمل التقييم هتفهم هو انت ليه خيالك سارح ومش متحكم فيه بعدين تبدأ تطلب فكر لاني لازم نقيم الاول نشوف نفسنا احنا واقفين فين الاول وبعدين نحدد هنروح فين طيب انا بقى عشان احدد لك انت واقف فين قبل ما تحدد انت رايح فين ما هو انت لو رايح مكان في اوبر فانت بتحدد مكانك عشان يجي اخدك وبعدين تروح المكان التاني انا بقى هعملك بوصلة خليك تحدد انت واقف فين بحاجة واحدة بس وانا عامل لايف فيها للسؤال ده بس انا عايزك تفكر في كل حاجة انت بتعملها هي بتديك فكر ولا معلومة ولا بتسليك ليه انا هتكلم عن بيتش دكتور نفسي هي دي الحاجة اللي انا بخطبك بيه انا عايزك وانت بتقرى البوست هو بتديك معلومة ولا فكر انا بركز ان بديك فكر لان بديك طريقة وبديك توظيف وبشرح لك موقف الموقف ده عشان تبقى فاهم ده الفكر وبديك طريقة تساعدك اللي اتنين اوقات باقتصر البوست على تفسير لكن لو انا بكتب بوستات بديك تعرفات ومسميات بقولك هو البنك اتاك كذا انا مش بديك فكر انا بديك معلومة هي مهمة عشان تشخص بيه بس انت مش هتشخص انت عايز حاجة لك انت انت مش بتدرس بشكل اكاديمي ولا انت هتروح تشخص لحد فبجيب لك الموقف اشرح لك فكر فكر فيه فكر اشخاص هو قال كذا وانت قلت كذا وديك طريقة فانا بديك فكر لكن اللي انت بقى محتاج تركز فيه بقى في كل حياتك هو بديك فكر ولا معلومة كمثال مثلا انت انا مش رفض المعلومات بس عشان نمقى متفقين انا مهتم بالمعلومات بس الاول ندور على الافكار وبعدين نروح نحية المعلومات انت بتتفرج على مسلسل لازم تشوف المسلسل هو بديك فكر ايه هو الفكر اللي داخل لك ايه فانت نقلت المرحلة انك مش بتستابر وانت بتقيم فبدأت تروح لمين لفكر طيب انت بتكلم في حد في التليفون هو بيديك معلومات ان فلان قال لفلان ولا بيديك فكر هو فلان فكر ازاي عشان يخرج من الموقف ده الفيسبوك نفسه الصفحة اللي انت متابعة هي بتديك فكر ولا معلومة هتفرق فانت لازم تعمل اعادة تقييم لكل اللي موجود في حياتك سواء اشخاص مكان اي حاجة انت موجود فيها هي بتديك فكر ولا معلومة عشان تعرف هو اللي مش بيديك معلومة خلاص اللي مش بيديك فكر ومعلومته مش مفيدة هتوقفه عشان تعرف انت واقف فين بالزبط كل حاجة موجودة في حياتك انت مطالب تعرف اذا كانت بتديك فكر ولا معلومة ممكن يكون المفاهيم ده جديد عليك بس انا مبسوط لان المفاهيم اجتهدت بفكر الشخصي عشان اوصلها لك وفكرة اللايف ستريم وقدارة الخيل انا اجتهدت عشان ادهولك ليه لان اعايز اديك فكر مدكش معلومات وخلاص ومسابعات وديك طرق فانت بدأت تفهم ان انت محتاج الاول تعرف اذا كنت بتاخد فكر ولا معلومة كل حاجة موجودة في حياتك تقيمها بالمنطقة دي حتى الاشخاص اللي موجودين في حياتك هم بيدوك فكر ولا معلومة الاخطر من كده بقى انه حتى لو بتاخد معلومة انا مش رافض هل عقلك كعقل بقى عنده القدرة ان يحول المعلومة الفكر ولا لا طيب كده انت عندك حاجتين الحاجة الاولانية هي انك هتعمل قعدة تقييم الاول قبل ما تقولي اجيب فكر منين طيب حديك حاجة بسيطة تديك فكر كل الناس اللي عاشوا في مواقف وتعرفهم سواء في قصص او اشخاص او اماكن سواء كانوا مضغوطين مضغوطين في شجل او مضغوطين في علاقات او متضايقين من حاجة اكيد استخدموا فكر عشان يخرجوا من اللي هم فيه اللي انت مطالب بيه الفترة اللي جاية مع سؤال التقييم ان انت حتقيم عشان تعرف انت واقف فين انك تشوف الناس اللي خرجت من المواقف ايا كان انت كده بتتعلم فكر هو فكر وعمل ده ازاي فانا اديتك طريق وطريق بعدين بقى قدام ودي مرحلة متقدمة اقول لك ايه اللي يديك فكرة تاني فانت بدأت تقيم حياتك طيب هو انت هتعمل لايف ليه للشير هتعمل لايك هتعمل شير ليه لللايف لان عايز الناس توصل للمعلومة دي عشان تقيم اللي موجود في حياتها وتبدأ تدور وتفهم ان المتحكم الفكر وابدأ اديت حاجة مبدئية انك هتشوف فكر الناس خرجت اخر نقطة بقى عايزك تفرق ما بين انك تعرف فكر حد ورأي حد كمثال مثلا لو اللي قدامك بيقول رأيه مدام ما دخلش حيز التنفيذ ومحققش نتائج فهو في حيز الرأي مش الفكر الفرق ما بين الرأي والفكر هو قال حاجة وتحققت وحققت نتائج عشان ما تاخدش قراء وتفهم انها فكر فانت هتاخد فكر وتتأكد من نتائج هو الفكر ده وصله الفين كده انت هتتعلم فكر اخر اللايف السؤال اللي انت هتسأله نفسك لكل حاجة موجودة في حياتك هو بديك فكر ولا معلومة النقطة التانية الاخطر عشان تبدأ تحكم في خيالك هو اللي موجود في حياتك دلوقتي والناس حققت حاجات هي ازاي خرجت انت كده خدت فيك لازم تعمل شير لان عايز ده يوصل لكل الناس انا خلصت فكرة اللايف ستريم وقلتلك اللايف ستريم انا عايز اطلع بها في الاخر بسؤالين وهتبقى ويركشوبس وبدأت اديك حاجات تبدأ تعمل تقييم لنفسك عشان تحدد انت رايح فين وبدأت اديك اخطر نقطة للتحكم في الخيال موضوع انك تجيب فكر فين ده حاجة متقدمة هبقى قلها لك بعدين اتمنى ان فكر ادارة الخيال سواء في اللايف دي او اللي فاتت تكون وصلت والمرة دي انا طولت لاني كنت بشرح موضوع صعب اتمنى انك تسمعه اكتر من مرة وتعمله شير وتوصل ده للي حواليك عشان تساعدهم في تقييم الواقع اللي موجود فيهم اتمنى ان تكون فكرة الاتنين اللايف خلصت وحب دق في حاجة جديدة عن ممكن اخد اكمل العنص النفسي او الفكر العشوائي وازاي اتعامل معاه انا محمد عب منعم اتمنى ان اكون يعني مشارك معاك في حالة التوتر والقعدة لوحدك واكون مسبب لي جزء من السعادة في حياتك اتمنى ان اكون اسعدتكم انا محمد عب منعم السلام عليكم